وقد طلبنا الدعم كثيرا من الإخوة المسلمين والعرب وباستثناء جلال سلطان قابوس بن سعيد حفظه الله سلطان عمان لم يستجب أحد لنا إلا إذا كان الدعم ينفق بإسمهم وبإشرافهم وعلى مزاجهم ولتعظيم شأنهم وهذا مستحيل عمليا ومبدئيا مرفوض أصلا لأنه في الحقيقة ليس دعم للقدس وإنما محاولة استعمال القصص للكسب السياسي أو الفئوي أو الحزبي أو المذهبي أو الشخصي أما التبرع لدعم سمود المقدسيين في القطاعات في قطاعات التنمية المختلفة من تعليم وصحة وشباب وإسكان وغير ذلك فيجب أن يمر عبر قنوات دولة فلسطين الشرعية أو من خلال مؤسس بيت المال القدس الشريف